نادي نهارك أبيض أمصري قياس البيض معنى بروف عبكاري في طريقة اللاب طبعا مباراة نجحة كل المقيوس لليل ميحيديك عن منافس إليكي من بيراميدز إلى الـ 7 مونت من بيراميدز و 5 مونت عن الأهلي حتى لو كسب موضوع المتأجل دي حاجة تجليك تلعب بارتاحية شوية وتجليكي دافع أكبر لليل يجب أن تحافظي على كل المشكلة اللي جاية طيب هل شايف يا كابتن أن التسجيل المبكر كان هو نقطة تحويم؟ أول لقاء مبارك؟ طبعاً هو إحنا نجحنا في إننا نجيب جون بدري ده يدي سكر اللعبة أكتر غير إن أنت مفهود نازلة بسكر إن أنت نايز زمالك لازم تكون إنتي طبعاً كعبك عالي ولازم تكون إنتي اللي بدأ مبادرة هجومية نجحنا إننا نجيب جون في البداية ده فرمعا جداً إدى سكر اللعيبة بدأنا نخطط لطرق لعب جديدة في الملعب السيناريو وإنتي ممكن تكوني مش حطة وجيء قدامك في الوقت ده بدأت يتخططي لبقية الموتش بطريقة تانية طبعاً الجون فرمعنا كتير طيب كابتن محمد إزاي شايف كراءة كوتش فريرا للملعب بالذات إنه طبعاً حصل تحولات عظيمة للخطوط إمبارح خلال أحداث المباراة إحنا طريقة لعب البراميد اللي هما اللي استحواز وبيبدأ من تحت وبيبدأ يلعب كرة من رجل لرجل كتير طريقتين لطريقة لطريقة لعب البراميد تقابليهم لإما تتغطي من فوق وتبدأي تتغطي على الخطوط من فوق عشان تقطعي وتجيبي جون لإما توقفي في تلتين ملعب وتقطعي وتعملي التحولات فريرا اتجه للاتجاه التاني أنا بقوله اللي هو نقف في تلتين ملعب ونبدأ نقطع الكرة لإحنا أميز حاجة فينا دلوقتي اللي إحنا بنستخلص بسرعة وبنعمل تحولات سريعة هو لعب على النقطة دي كويس جدا بدأنا نقف في تلتين ملعب عشان كمان ما نهلكش بدنيا بدأنا نقف في تلتين ملعب نقطع ونعمل تحولات دي فرقة معنا كتير جدا كمان إحنا مؤمنين بثلتة فلات من تحت الراجل حافظ كمان إمبارح لقى أوباما في قلب الملعب عشان طريقة الاستحواز بتاعهم ما يغضوناش يبقى فيه اتنين في قلب الملعب بس يبدأوا يلعبوا علينا كتير ويبدأوا نقلوا علينا كتير إحنا حطينا ثالث أوباما وبدأنا نقطع ونعمل تحولات سريعة طيب كابتن محمد عايزة أعرف منك رأيك في أداء سيد نمار خاصة إنو كان ليه دور قوي جدا مبارح في صناعة الهدف التاني على فجأة سيد نمر كتنا السنة في قبلها كتنا مدرب تسعة وتسعين وكان اللعيب عندي كمان سيد ده مش مركزه يعني تخليل العيب بيقدي بالمستوى ده ومش مركزه بس هو عنده سرعات وعنده المهارة اللي هو يتخليه ينفذ المكان ده كويس جدا بالنسبة لي سيد مش مفاجأة بالنسبة لنا هو مفاجأة للناس بس هو العيب كبير هو من زمان عنده شخصيات كويسة وعنده إمكانيات ومهارية وبدنية وعنده سرعات يعرف يؤدي كتير او مركزه كمان زيزه مساهل عليه تحركات زيزه معاه وإن فيه تحتي بتاعدي يا ربي السرد بك عبد مش عبغاني يا ربي كمين إدمس لوسي واقف له دي بتديله أماني اللي هو يعرف يطلع لقدام كتير دي دي بالنسبة له نقطة نقطة كويسة جدا اللي هو مش هيدافع مية في المية ومدياله حرية في النحلة الهجومية أسايد اللعيب كبير دي دي حاجة يعني مش عريف أنا من زماني إن أنا مرنت وعرفه هو لعيب كويس جدا طيب كابتن محمد شايف إزاي تعامل كوتش فريرة في تلاحم المباريات وطبعا الضغط البدني على اللعيبة مشكلة في الماتش الجاي اللي إحنا مسافرين مسافة كبيرة الجونة وكده والفرق بين الماتش والماتش ثلاثة يام بس المتهيقلي إن واحد بشخصية فريرة هيرى في التعامل تمام في الاستشفى كويس مع اللعيبة هو بتعامل نفسيا كويس جدا العامل النفسية والاستشفى والحاجات دي هتفري كتيرا مع لعبتنا وإن شاء الله إن شاء الله يعني مش مش هتبقى عقبة لينا يعني إن شاء الله طيب عايزك توجه رسالة للعيبة خاصة إن إحنا خلاص على بعض خطوات يعني قليلة جدا من لقب الدوري اللي إحنا مش دوري مخلوس الماتشوات اللي جاي أصعب من فيوتش وأصعب من الأهلي وأصعب من برامد وأصعب من الحاجات دي كلها لسه عندنا مصري وعندنا اتحاد وعندنا جونة وعندنا ماتشوات صعبة لازم نبدأ كل ماتش بناخده لوحده بنبدأ نشتغل إن إحنا ده ماتش البطولة ماتش كاس كل ماتش بنسبانا كاس لغاية لما تكسب كل ماتشواتك وتضمن أن أنت خدت الدوري في الوقت ده تبدأ أنت تفرح وتتبسك وتعمل كل عزو افرح وعمل في التوقيت نفسه في الفرحة وقتها بعد كده خلص اليوم نبدأ نشتغل على الجديد ها دي لازم هم وكلهم وأكيد فريرة وكابتن أسام النبي وكابتن هاماب معصود أكيد مركزين وقالين الكلام ده كله خلاص إحنا كسبنا مبارح فرحنا مبارح لعفاننا النهاردة النهاردة هنشتغل تمرين هنركز عشان عندنا جونة وعندنا صفر وعندنا تلاحهم ماتشوات ألازم في الوقت ده أركز حاجة واحدة اللي أنا هروح الجونة أكسب كمان هنلعب الجونة مدرب كابتلعت من الناس اللي عندها توازن دفاع هجومي وبيدفع أكتر أو كمان على ملعبهم ما عرفش إن هناك الجو عامل إزاي بس فرقة دفاعهم بتبقى رخمة وعلى ملعبها فرقة خطيرة على ملعبها لازم نركز كويس جدا عشان أمشي مرتاح بفرق الخامسة والسبع منطق بين المنافسين يعني بالمناسبة طبعا إحنا ماتش جاي ماتش الجونة كنت عايزة حضرتك تقولي شايف يعني رؤيتك الكاملة شايف اللعيبة تستعد زي للماتش ده أو شايف الماتش هيمشي ازاي إحنا المفروض الماتش هيمشي ازاي دي إحنا دي بي ادين إحنا وانا نFF المالك أنا مفروضى انا بنزل الملعب وانا اللي بسيطر انا اللي بكرر انا اللي بحط سيطارتي انا نزمالك لازم عنزل الملعب أنا اللي بسيطر على كل حاجة زموم الأمور لها تبقة في ايدي انا نفسي ما إحنا ماشين إحنا ماشين بطريقة ليعب كويسة الراجل عندنا مرولنا تكتكية هيلة ابن نعب اربعة 24 ما ساعد النعب اثنين 3 واحد خطتنا الاساسية 3 اربعة عشان نيطار الاطراف ونعمل زيادات عددية على الاطراف في الحاجات دي لازم نبدأ زي ما احنا والحمد لله احنا بقى عندنا مرونة الاول كنا بنلعب بطريقة لعبة واحدة ولو لعبنا فرق بتلعب بطرق لعب مش مناسبة لطريقة اللعبة باعتنا ما بنعرفش نشتغل على الحاجات التانية دلوقتي الراجل عمل طريقة واثنين وثلاثة عندنا مرونة جامدة جدا تكتكية نبدل زي ما احنا ونشتغل على شغلنا وحسب مجرات اللعبة احنا معنا مديرنا الفني شاطر جدا بصراحة في الحاجات دي انا بشكر حضرتك جدا كابتن محمد على وجودك معينا شكرا لك انا بشكرك ندين وعلى طول في نجاح ومبهور يا رب على طول انجي نيرفانا ده كان لقاءنا من داخل نادي زي مالك مع كابتن محمد مصطفى مدرب بقطاع الناشئين دي كانت اراءه حول مباراة امس ورؤيته للمطش اللي جاي ان شاء الله طبعا كل التوفيق للعيبة نادي زي مالك بالفوز بالمباراة القادمة معيكو في اي استفسارات او اسئلة تانية العودة لكم مرة اخرى في الاستوديو شكرا لك طبعا ندين تيسير زملتنا العزيزة بنسكر كمان كابتن محمد وكل التوفيق طبعا في اللي جاي